السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع بعد أن أخذنا الشراحة من الحوادث الإجرامية التي يقتل بها الناس بسبب انتماءهم أو بسبب دينهم بألمانيا تفاجأنا يوم أمس بحادث إجرامي خطير قام به شخص بمعدينة هامبورغ الألمانية الحادثة هي استهدفت تجمع بمنزل لأشخاص من شهود يهوة أو يوهوفا سويغن والذي استهدفهم هو كان عضو سابق بالطائفة أو بالجماعة الدينية كما يبدو أنه اقتحم منزل كانوا متجمعين به وأطلق النار عليهم ولاحقا على نفسه والنتيجة ثمانية قتلة بمنزل صغير من بينهم امرأة كانت حامل تعاطفنا معها لضحاياهم كانوا ناس أبرياء ومساكين قتلوا لمجرد إيمانهم بفكرة معينة انتظرت أن أسمع وصف للحادث بأنه إرهابي ولكن لم أجد هذا الوصف بكل وسائل الإعلام للألمانية والعالمية والجاني اللي قتل نفسه اسمه فيليب وقتل الآخرين يعني اسمه فيليب F هكذا تم وصفه بالإعلام الألماني عمره 35 سنة ولو ننظر إلى سيرة حياته سنجد أنها سيرة غريبة وملغومة هو رجل كان مسالم طول عمره يعني القاتل كان مسالم ما علي أي شي جنائي بحياته وما بدر منه شي بحياته كي يتم تحديده كشخص خطير أو كشخص متطرف وقيل بوسائل الإعلام أنه نشأ بمنزل لوالدين متدينين جداً وبعد إكمال الإعدادية عمل أوسبلدونغ اللي هو تكوين مهني بمصرف يعني كانت وظيفة جيدة فوق المتوسطة ولاحقاً ما اكتف بهذه الوظيفة وكان عنده طموح وقرر دراسة إدارة الأعمال واستقر بهامبورغ يعني تخيل شخص يدرس إدارة أعمال ويستقر بهامبورغ اللي هي مدينة كبيرة ورائجة بها الأعمال طيب شنو اللي جعله يفكر بهذا التفكير وهو كان إنسان ناجح مهنياً هذا الأمر ما تم الإعلان عنه ولكن قد يكون السبب هو تطرف ديني أو مشاكل نفسية احترامنا لكل الأديان ولكل الطوائف وبالنسبة لشهود يهوى فإنها خلال سنين حياتي بألمانيا صادفت تقريباً عشرة منهم يأتيك شخص حامل بيده مجموعة أوراق أو قصصات ورقية ويحاول أن يستقطبك لطائفتهم اللي تتكون من ثمانية ملايين شخص بالعالم وعشرين ألف من هؤلاء هم موجودين بألمانيا طبعاً هم يتمتعون بالحرية الموجودة بهذا البلد وهي حرية التدين أو الدعوة إلى الدين وهم جماعة مسيحية لها تفسيرها الخاص للكتاب المقدس يؤمنون بأن المسيح هو الخلق المباشر من قبل الله وهو يعني كل شيء آخر خلق بعد المسيح هو يعني خلق من خلاله ويؤمنون أيضاً بأنه يجب أن يكونون خاضعين بشدة للمسيح وهذا كان يعني اختصار مبسط لعقيدتهم حسب ما يعني موجوده بموقع بلد الإخبار واسع الانتشار بالنهاية كل إنسان يحق له أن يمعرس عقيدته أو يؤمن أو لا يؤمن والشرط الوحيد هو أنه لا يؤثر على الآخرين ولا يشكل خضر على الآخرين ولا يتدخل بحياتهم أو لا يتدخل بطريقة تربيتهم لأولادهم الموضوع الآخر أصدقائي خطر كبير بدولة فرنسا من بداية أزمة الطاقة بأوروبا وأنا أركز بشكل خاص على ما يحدث بفرنسا ومن يتابعني رح يتذكر أننا ذكرنا بالقناة بفيديوهات عديدة أن المفاعلات النووية الفرنسية بحالة خطرة بحالة يرثى لها وأن نصف المفاعلات النووية الفرنسية هي خارجة عن الخدمة لأسباب تتعلق بالصيانة ولا تزال حتى الآن مغلقة وفرنسا هي دولة تعتمد على 70% من الطاقة الكهربائية بهم على المفاعلات النووية يبدو الآن أن وسائل الإعلام الفرنسية تنقل الصنم المتوقعة وهي أنه مفاعلين نوويين اثنين بفرنسا يعملون بالطاقة القصوى مفاعلات البقية مغلقة مفاعلين يعملون بالطاقة القصوى يعني بقدرة تحمل قوية لا تتحملها البنى التحتية للمفاعل النووي والسبب هو أزمة الطاقة لأجل توليد كهرباء كثيرة تبين أنه بهذين المفاعلين شروخ وتآكل كبير بالجدران وقد يكون بسببها تسرب نووي خطير وكالة الطاقة النووية الفرنسية تقول أن التشققات هي ليست عادية والخبر هو ليس خبر سهل أو تافه كما تم وصفه من قبل وكالة الطاقة النووية والمفاعلات النووية التي بيها شروخ هي بمفاعل بينلي للطاقة بشمال فرنسا هذا المفاعل يعني على البحر ومفاعل كاتينوم بشرق فرنسا تحديدا قرب الحدود لسويسرية لو لا سامح الله يعني تبين أن هناك تسرب نووي إشعاعي فقد يتأثرون سكان سويسرية لا يوجد رد فعل حكومي على هذا الخبر الجديد ولا يوجد كلام عن إيقاف تشغيل المفاعلات ووكالة الطاقة الفرنسية تقول أنه يوم الثلاثاء تم اكتشاف صدع عميق وكبير في أنبوب بمفاعل بينلي وتم وصف الضرر بأنه أكبر ضرر يحصل لمفاعل نووي بتاريخ فرنسا الموضوع الآخر أصدقائي هناك ظاهرة خطيرة ويعني مزعجة جدا تنتشر بألمانيا والأمر هو وساء الإعلام الألمانية تتكلم عن ظاهرة الفقر اللي تنتشر بألمانيا بشكل جنوني بشكل أغلبنا ما كنا نتوقع وأن الناس بالكاد تستطيع أن تؤمن أو تشتري متطلبات حياتها بألمانيا وعدد الناس اللي أصبحوا فقراء جدد بشهر يناير من هذا العام يعني بواحد واحد الفين وثلاثة وعشرين سنة الخير والبركة ثلاثمائة ألف شخص جديد انضم لتجمع الفقراء بالبلاد اللي بلغ الآن عددهم أرباطعش مليون ومئة ألف شخص وكانوا قبل يناير ثلاثة عشر مليون وثمانمائة ألف شخص بألمانيا فقير بالنسبة للأطفال فقد تم تحديد عشرين بالمئة فاصل ثمانية من أطفال ألمانيا بأنهم أطفال فقراء هذا كان قبل يناير الآن أصبح عددهم واحد وعشرين بالمئة فاصل ثلاثة من الأطفال بالبلاد هم أطفال فقراء يعني طفل واحد من كل خمسة أطفال ما عنده مأكل ومشرب طبيعي وملبس حال حال بقية الأولاد الألاني تسيهند ألترن أو يعني الأباء الوحيدين سواء الأم مع الأطفال عايشة وحدها أو الأب مع الأطفال عايشة وحده هذه الفئة هي الفئة الأكثر تعرض للفقر يعني هؤلاء الناس هم ثلاثة وأربعين بالمئة من الأباء الوحيدين بألمانيا يعتبرون فقراء وبألمانيا يعتبر أقل راتب للفرد اللي يعمل بدوام كامل هو ألف وخمسمائة يورو نتكلم عن راتب أو معاش بهوتو يعني لاحقا تقطع مننا الضرائب وقد يعني يكون الراتب الصافي هو ألف يورو أو ألف ومئتين يورو حسب حالتك الاجتماعية إذا متزوج أكثر بشيء معين عن الأعزب بالنسبة لتعريف كلمة فقر وفق المعيار الرسمي فهو الشخص اللي مدخول الشهر يكون هو ستين بالمئة من معدل الحد الأدنى لدخل الفرد بألمانيا وهو ألف وخمسمائة يورو وخلوني أذكركم بشيء مهم ما حد يتكلم عنه بهذا البلد وهو يعني أتوقع أنه نسبة عدد الأطفال وفق المعيار الرسمي فقراء هي مرتفعة بشكل محدد عند الأطفال الأجانب أو أطفال اللاجئين يعني العوائل المهاجرة اللي عندهم أكثر من طفلين بالمنزل فيعني موقفهم يكون صعب جدا جدا فأنت لو لديك ثلاثة أطفال بعائلتك وما عندك شهادة يعني علمية ألمانية معترف بها لأجل أن تعمل ويكون معاشك عالي سواء أوسبلدونج أو شهادة جامعية فللأسف يعني مستحيل يكون دخلك كافي لرعاية أطفالك ومساعدة الدولة اللي هي الكندا جلد اللي هي 250 يورو فهي لا تكفي لشيء يذكر رغم أن الأولاد خير وبركة ورب يحفظ كل الأولاد وكل الأطفال هم أبرياء ولكن مصرفهم كبير وياريت الأهالي قبل الإكثار من الإنجاب يعني أتكلم عن ظروف ألمانيا وأغلب دول الاتحاد الأوروبي لا يهمني المقارنة مع دول أخرى ياريت من الأهالي قبل الإكثار من الإنجاب يفكرون بهذا الأمر خصوصا بعد حرب أوكرانية الآن الفقر يزداد يعني الفقر يزداد ممكن أن تجوع بيوم من الأيام إذا كان معاشك قليل وأيضا يعني أنك ممكن تحلم تشوف الجنسية الألمانية إذا معاشك قليل وأفراد عائلتك عددهم كبير فحتى لو تعمل فولت سايت ما رح تغطي كل مصاريفك وتخطية كل المصاريف وشرط أساسي من الشروط الجنسية الألمانية تخطية مصروفك ومصروف أفراد عائلتك طبعا الجمعية الاجتماعية الألمانية لديها مطلب بهذا الوقت وهو رفع معاش العاطلين عن العمل إلى 725 يورو ليتناسب مع أسعار الخضار والطعام الرخيص بنفس الوقت ما تسمى بالسوسيال فيباند أي الجمعيات الاجتماعية لديها مطلب الآن وهو اعتبر مطلب كارفي وهو جاء بعد 5 شهور من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو للساعة والآن مطلبهم اللي قدموه للحكومة الألمانية هو أنهم يريدون زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 14 يورو بالساعة الواحدة بمطلع العام القادم يريدون عمل هذا الأمر كهدف أساسي بالرأي العام ويريدون أن يحركون داخل الأرواق السياسية ويريدون أيضا أن تخفض ضريبة القيمة المضافة على الأقل على الأغذية الأساسية مثل خضار والخبز والمعجنات هذا المطلب زيادة الحد الأدنى للجور من 12 إلى 14 يورو هو مطلب للأسف يعني غير صحيح ومدمر للبلد لأنه ليس علاج ولا حل للمشكلة لأن لو زاد الحد الأدنى للجور إلى 14 يورو رح يزيد ويا الغلاء ورح يزيد ويا التضخم ورح يزيد ويا سعر فنجان القهوة وسعر كيلو الطماطع وسعر طبقة البيض وكأنك يا أبو زيد مغزيت الحل بمكافحة الآفة من أساسها بمكافحة مشكلة التضخم من الأساس ولا يعني بحلول ترقيعية مثل زيادة حد الأدنى للإجور الموضوع الآخر أصدقائي هو موضوع مضحك وغريب لسكان ألمانيا نعرف أنه الغاز زاد سعر علينا لأن مصدره هو روسيا والآن انتهى هذا المصدر اللي هو روسيا وصارت ألمانيا تجيب الغاز من النرويج وهم يعني أصدقاء وشركاء وأوروبيين ولكن يبيعون نياب سعر أغلى من السعر اللي كانت تحصل عليه ألمانيا من روسيا وأمريكا أيضا وقطر فلذلك من المنطقية يرتفع سعر الغاز النفط ينطبق عليه نفس الكلام الخروف والبقر زاد سعرهم وسعر الكيلو اللحم لأن العلف من أوكرانيا واللي تستورد من الشرق الأوسط معذورين أصحاب محلات القصابة بزيادة الأسعار الخيار والطماطم أيضا معذورين يزيد سعرهم لأن يزرعون ببيوت زجاجية وهذه البيوت تحتاج غاز والغاز معذور يزيد سعره اليوم الكلام بألمانيا عن السكر وهو يا شباب يشعر بالنقص بألمانيا وحاب يتدلع علينا وزاد السعره بمقدار 70% خلال هذا الشهر ليش أنه يعني شاد عدووي السكر لأن السكر يزرع بألمانيا بالقرى وبالأرياف ولما تتمشي بالقرى والأرياف تشاهد حقول هذه الحقول أغلبها مزروعة بالسكر بالدرجة الأولية ليه صديقة البصل والكرتوفل وزيت القبس أول أكبر المعامل بالعالم وبأوروبا هي موجودة بألمانيا مثل معمل بمدينة يوليش بولاية أن أرفيل الولاية المليونية ومعمل بمدينة مانهايم أيضا يعني بألمانيا وبشهر فبراير السكر زاد سعره 70% البيض زاد سعره 34% والخضار بالبلاد زاد سعره 12.5% تحديدا طماطم والخيار والفلفل الأخضر أو البابريكة يعني حصلت زيادات انفجارية بأسعارهم فلو كان أحد يريد أن يعمل حل بهذا البلد وهو إيقاف زيادة الأسعار بهذه الأمور أفضل من زيادة رواتب الموظفين وبالتالي هذه الأشياء أيضا يزيد سعرها بشكل كبير وتستمر نفس الدائرة المغلقة من الغلاء والفقر والمشاكل الاجتماعية بهذا الموضوع وصلنا للنهاية إذا تحبون محتوى هذه القناة يرجى دعم القناة بالضغط على زر اللايك تحياتي لكم مع السلامة